هل من المنطقة أن يصل سعر الصرف إلى 165 من الممكن أن يصل إلى نسبة أكبر من هذا الرقم؟ إذا أبقى على هالحالة يوصل إلى 2500 مو يوصل إلى 1600 تتوقع أن يصل لهذا؟ نعم يوصل لهذا إذا أبقى على هالحالة اللي إحنا بيها أما أقول لي ما هي الحلول تسألني شو أن نحلها أنا أقدر أحل لك يا هاس الحلول تتولى وزارة التجارة استيراد كافة البضائع والسلع اللي مستهلة يعني اللي إحنا قاعدنا نستورد وين يروح التاجر بها اللحظة؟ اسمعنا اسمعنا التاجر أنا ماذا ما أكل حقه التاجر يصيروا كلاء وهذا لوكلاء وزارة التجارة بيعهم بسعر تطيهم هامش ربح وغابش الربح موجب الهامش الربح اللي يحصلون عليه فأيضا ينغط السوق بهذه الطريقة طيب نرجع ونقول منهم البعض اللي إحنا ممكن نستورده الأدوية اللي 95% منها تدخل حاليا بطريق التهريب أيضا حتى نقضع لهذا التهريب وزارة الصحة تتولى عملية الاستيرات من خلال الشركتين اللي موجودة اعتكيما دي وأيضا الحياة اللي تستورد حاليا رسميا أما باقي الأدوية كلها تدخل تدخل بطريق التهريب إذن يعني من تدخل بطريق التهريب أيضا الدولار يطلع بطريق التهريب ما رح يطلع بطريق الصحيح فإذن هنا هنا وقفنا عملية استنزاف الدولار اللي يخرج وهنايا أيضا بعدين أنا يفترض إلغاء كافة الصيرفات اللي موجودة ومنع التداول الدولار أنا عندي دينار أراقي أتحامل به وهنايا المشكلة كلها نحلت موسيقى